معقولة كلهم منها طيب لما جدتي تقول لي يا سودة بصي الجدات أو الناس الكبار ليهم طريقة في التعبير عن الغضب أو أنه يكون فيه سلوك مش عاجبهم يعني حتى بالشعبي يروح يا شيخ ربنا يسود وشك يعني أنت فاهمها ممكن يكون تعبيره على سلوك غلط مش أنت يا منا اللي خدتي بالمعنى ده مش معقولة هتقولك كده بس ما أتلاش يا سودة كده على طول قالت لها إيه يا أما وش أسود ولا أنت ملك بس لا يا أما وش أسود في الرسالة كدب يا أما وش أسود يعني إيه يا أما وش أسود اللي هو يعني يعني عليك غضب سلوكك وحش آه يعني غضب ربنا على وشك آه تصرفاتك مش حلوة أنت قفل على نفسك مثلا منعزلة ده تعبيرهم يعني الزماء الجدات والجدات ليهم أو الجيل ده كان ليهم استخدام للتعبير عن الحاجة مختلفة عن الأزمان بس هي ازاي تكتب رسالة معبرة كده ولا أنت شايفها رواية من رواية أنت حاسة فيه مبالغة فيه جزء منه مبالغة ما هي منه عملت إيه خلقت لنفسها عالم تاني موازي هي رفضة الواقع رفضة نفسها مش لقى نفسها هنا بس هي بتوع تقول بابا جاب لي بابا عمل لي هي كلامها عن بابا أنه هو بيفرق ما بينه ما بين يسفروا وهم ويلقوا في حكس ما كده معقولة برضو هي الفكرة ممكن تكون لأي سبب من الأسباب خاد إخواتها وسافر بيهم ممكن تكون هي كانت مشغولة ممكن يكون كان ليه غرض تاني يعني هو هياخد البنتين التانية وسافر بيهم ممكن تكون هي سيطة في المادة مثلا لقدر الله فبيعاقبها أي حاجة بس هي مشكلتها أن هي علشان أصلا هي عندها تصور عن ذاتها الجسمية أو شكلها سلبي فبترجم كل حاجة على هذا المحل طب تحليلك إيه لشخصية منها؟ هي شخصية مراهقة عادية جدا بتمر بالتغيرات في المرحلة دي سواء شكلية أو نفسية أو مفعلية هي مش متقبلة ده هي شايفة أن هي لا تستحقق أحسن من كده وعملة تعمل حيلة دفاعية للتسامي وأنها تعلي من نفسها أنا بقرأ أنا بثقف نفسي أنا باهتم بكل الأمور أنا مختمرة أنا كل الحاجات دي عايزة توصل لدرجة عالية وصدها بين نفسها هي اللي شايفة نفسها وحشة مش يعني هي عايشة في رواية بتاعتها زي مثلا إما الواحد يبقى مثلا ممثل بيمثل دور فييتبحر قوي في الشخصية فتلاقيه بقى شبهها أو كاتب يكتب فيعيش القصة هي عايشة في عالم تاني هي عاملة كده آه هي عايشة في عالم تاني بيرضيها نفسيا فبالترجم بقولتلك كل فعل بيتعمل على أساس أن ده مقصود أن أنا اللي وحشة طب الناس اللي في الشارع عالم الاختراضي هي حاب علت عملت إعلاق لليل عندها في العالم التاني هي عايشة عالم مويزي تاني خالص شايفة نفسها فيه أحسن ترجمة نانسي قنقر